حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري أخبرني ابن أخي أبي رهمين أنه سمع أبا رهمين الغفارية وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين بايعوا تحت الشجرة يقول غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فلما فصل سر ليلة فسرت قريبا منه وألقي علي النعاس فاطفقت أستيقظ وقدنت راحللتي من راحللته فيفزعني دنوها خشية أن أصيب رجله في الغرز فأخر راحلتي حتى غلبتني عيني في نصف الليل فركبت راحللتي راحللته هو رجل النبي صلى الله عليه وسلم في الغرز فأصابت رجله فلم أستيقظ إلا بقوله حس فرفعت رأسي فقلت أستغفر لي يا رسول الله فقال سل فقال فاطفق يسألني عمن تخلف من بني غفار فأخبره فإذا فإذا هو يسألني ما فعل النفار الحمر طوال القطاط أو قال القصار عبد الرزاق يا شك الذين لهم نعم بشضية شرخ قال فذكرتهم في بني غفار فلم أذكرهم حتى ذكرت رهطا من أسلام فقلت يا رسول الله ما يمنع أحد أولئك حين تخلف أن يحمل على بعير من أبيله إمرأة نشيطا في سبيل الله فادعوا هل أن يتخلف عن المهاجرين من قريش والأنصار وأسلم وغفار حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح قال ابن شيهاب أخبرني ابن أخي أبي رهمين الغفاري أنه سمع أبا رهمين وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بايعوا تحت الشجرة يقول غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فنمت ليلة بالأخصر فسرت قريبا قريبا منه فذكر معنى حديث معمر إلا أنه قال فاطفقت وأخير راحلتي حتى غلبتني عيني بعض الليل وقال ما فعل النفار السود الجعاد القصار الذين لهم نعم بشضية شرخ فيرى أنهم من بني غفار حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق وذكر ابن شيهاب عن ابن أكيمة الليثي عن ابن أخي أبي رهمين الغفاري أنه سمع أبا رهمين كلثم ابن حسين وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بايعوا تحت الشجرة يقول غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فذكر الحديثة إلا أنه قال فاطفقت وأخير راحلتي عنه حتى غلبتني عيني وقال ما فعل النفار السود الجعاد القصار قال قلت والله ما أعرف هؤلاء منا حتى قال بل الذين لهم نعم بشبكة شرخ قال فتذكرتهم فتذكرتهم في بني غفار فلم أذكرهم حتى ذكرت أنهم رهت من أسلم كانوا حلفا فينا فقلت يا رسول الله أولئك رهت من أسلم كانوا حلفاءنا ترجمة نانسي قنقر